اشتركوا في القناة مذهلة من الأرشيف العسكري الفرنسي وفي الكتاب كتاب لدى ضابط فرنسي برتبة عقيد أحد الذين قاموا الحملة في تلك المنطقة في سنة 1900 عندما قال عند وصولنا عين صالح وتدي كيلت كانت المنطقة تحت حكم المغرب هذا الشخص إخواني يدعي أنه جزائري ويذكر بذلك في كل مرة لكن همه وشغله الشاغل هو التهجم على الجزائر والإساءة لتاريخها وجهاد شعبها وهو يرى أن جزء كبير من الأراضي الواقعة في الجنوب الغربي للجزائر هي أرض مغربية أهدتها فرنسا للجزائر المستقلة هذا الكلام يردده الكثير من الناشطين في الجارة الغربية لكن هذا الشخص هو أكثرهم حماسا في إثارة هذا الموضوع وأكثرهم اجتهادا في طرح الأدلة التي يزعم أنها تثبت ما يقول لذلك رأيت أن أرد عليه وأناقش ما عنده من أدلة وقبل الشروع في الموضوع أريد أن أوضح شيء وهو أن بعض المتابعين ينصحونني وهم مشكورين على ذلك بعدم الرد على هؤلاء ويقولون لا تنزل إلى مستواهم فهم لا يستحقون الرد هنا إخواني أقول نعم لا أنزل إلى مستواهم في الإساءة والشتم لا أنزل إلى مستواهم في الكذب والتزوير لكن أرد عليهم بالحجة والدليل وأناقشهم فيما يطرحون من شبهات وفيما ينشرون من أكذيب خطيرة على بلادنا وعلى تاريخنا وجهاد أجدادنا لماذا؟ لأن هذه الأمور إذا لم نرد عليها سيكون لها انعكسات خطيرة على نفسية أجيال كاملة من أبنائنا وشبابنا فرد هنا هو موجه بالدرجة الأولى لمن يريد معرفة الحقيقة سواء من الجزائريين أو غير الجزائريين أما هذا الشخص وأمثاله الذين ثبت في حقهم الكذب والتزوير فلا يهمني أمرهم يهمني فقط أن يكتشف الناس حقيقتهم حتى لا يثق في كلامهم الذي يزينونه أحيانا حتى يظهر على أنه حقيقة وما هو بحقيقة لذلك اعذروني إخواني إن خالفتكم في هذا الأمر بعد هذه المقدمة نبدأ الآن في الموضوع ولتكن البداية من هذه الخريطة التي تبين المنطقة التي يدعي هذا الشخص أنها أرض مغربية هي هذه وتسمى منطقة تويت تتكون من ثلاث مناطق هي قرارة وتسمى أيضا تيقرارين أو تيكورارين وفيها عدة قصور أي عدة وحات منها تيميمون كما تظهر على الخريطة ومنطقة تويت وتسمى أيضا تويت الوسطى وفيها أدرار وارقان ومنطقة تيديكلت وفيها عين صالح أولف وإنغر التي سنحتاجها فيما بعد وهذه المنطقة كلها يطلق عليها اسم تويت وكما تلاحظون تمتد شرقا في صحراء الجزائر حتى مدينة عين صالح والمسافة بين عين صالح وحدود المملكة المغربية حوالي ألفين كيلومتر كل هذه المنطقة يقول هذا الشخص هي أرض مغربية نحن الآن في محكمة التاريخ وأول ما يفعله القاضي في المحكمة يسمع للمدعي فليتفضل المدعي بما عنده من دليل على ما يقول هذا هو الشخص التي يقول للمدعي بما عنده من دليل على مدينة عين صالح هذا كلام جاء في تقرير الضابط الفرنسي الذي قاد الحملة على إينغر في مارس 1900 ومنه استخلص المدعي يعني توت هنا يأكل أنها كانت تابعة للمغرب هنا أريدكم أن تنتبهوا جيدا إخواني وتفرق بينما قاله الضابط الفرنسي وهو أن إدريس بن الكوري الذي جاء من فاس كان يدير المنطقة منذ أربع سنوات أي منذ 1896 وأنه كان يقود المقاومة في إينغر وهذا كلام صحيح وبينما استخلصه المدعي من التقرير من أن منطقة توات كانت قبل وقوعها تحت الاحتلال الفرنسي سنة 1900 تابعة للمغرب وهو كلام غير صحيح فلو أنه اطلع على كتب أخرى في الموضوع لعرف أن منطقة توات قبل غزوها من طرف الفرنسيين بأكثر من قرن كانت مستقلة وتخضع لحكم الجماعة ولعرف أيضا أن إدريس بن الكوري هذا أرسله سلطان من راكش أنذاك لتنظيم المقاومة في المنطقة بناء على طلب سكان توات وبعد إرسالهم لوفود عديدة تطلب المساعدة وهذا أمر معروف تؤكد العديد من المصادر الفرنسية وحتى التقرير الذي قرأه جاء فيه أن إدريس بن الكوري عينا منذ أربع سنوات منذ أربع سنوات فمن كان يحكم توات قبل ذلك الجواب فيما ورد في كتب كثيرة سأفتحها معكم إخواني وأقرأ لكم منها وأتمنى منكم أن تصبر وتركز معي وتتابع الحلقة حتى النهاية معروف أن منطقة توات ظلت لقرون تتمتع بالاستقلال وأهلها لا يدفعون الضرائب لأي دولة إلى أن ظهرت الدولة السعودية في المغرب الأقصى والتي ساعت للسيطرة على المنطقة وبعد عدة محاولات فاشلة نجح سابع صلاطينهم وهو أحمد المنصور في السيطرة على المنطقة فالمنصور هذا بعد أن استتب له الوضع بعد معركة واد المخازن بدل أن يهتم بتحرير سبتهم ليلا وغيرها من المدن الساحلية المحتلة وجه حملاته جنوبا لاحتلال ما يسمى بالسودان الغربي وفي طريقه احتل منطقة توات كان ذلك سنة 1581 وقد سجل عبد العزيز الفشتالي وهو مؤرخ مغربي ومن كتاب المنصور في كتابه مناهل الصفاء في مآثر موالين الشرفاء ما ألحقته حملات المنصور من أضرار بمنطقة توات وما ارتكبته جيوشه من قتل ونهب كما سجل مقاومة أهلها ورفضهم السيطرة المغربية إذ لم يخضع المنطقة إلا بقوة السلاح لكن سلطة السعديين على المنطقة لم تدم طويلا فقد انهارت بوفاة المنصور في 1603 إذ دخل المغرب الأقصى بعد موته مرحلة تميزت بالفوضى والصراع بين أبنائه وأحفاده على السلطة في عهد الدولة العلوية استعاد المخزن سيطرته على منطقة سودان وتوات خاصة في عهد السلطان مولاي إسماعيل الذي ظل في الحكم أكثر من نصف قرن ومولاي إسماعيل معروف بحملاته العديد على الجزائر في الشمال من أجل السيطرة على تلمسان ونواحيها وفي الجنوب لاحتلال توات وفي عهده ثار أهل توات عدة مرات مثل ثورة 1690 التي ذكرها جون بول مارتن في كتابه هذا كاترسيال ديستوار ماروكا كما قامت ثورة أخرى بعد وفاته يقول صاحب هذا البحث وهو رسالة جامعية عن الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات يقول فبعد الثورة العارمة التي خاضها تواتيون سنة 1728 ضد الحكم المخزني المغربي والتي أعقبت وفاة السلطان مولاي إسماعيل تمكن خليفته مولاي عبد المالك من إخضاع تواتيين لحكمه طبعا بقوة السلاح لكنه لم يهنأ بذلك إلا يسيرا حيث عادت الثورات من جديد كلما تعلق الأمر بوصول الكتائب العسكرية التي يرسلها الحكام العلويون من أجل جباية الضرائب وقمع الحركات الاستقلالية وهذا ما حدث فعلا سنة 1756 ثم يضيف الباحث ومع مرور الزمن أصبح حكام الدولة العلوية يكتفون فقط بجباية الضرائب السلوية التي يجمعها العاملون والمشايخ والأعيان مكرهين مقابل التمتع بصلاحيات سياسية وإدارية واستقبال القائد ممثل السلطان وإكرام وفادته حين يحل بالإقليم في زيارات تكاد تكون سنوية بهدف حمل الضرائب إلى فاس لاحظوا إذن إقليم توات أصبح مستقل يدير شؤونه مجموعة من الأعيان والشيوخ المحليين أما السلطان فليس له في الإقليم من مظاهر السيادة إلا الضريبة التي يجمعها هؤلاء الأعيان ويأتي ممثل السلطان ليحملها إلى فاس متى بدأ هذا الأمر؟ في 1795 حسب ما ذكر جون بول مارتن في كتابه الذي مر معنا واستمر الأمر هكذا إلى سنة 1830 حيث أكد السلطان عبد الرحمن استقلال منطقة توات وإعفائها من الضرائب في رسالة وجهها إلى سكان المنطقة وبذلك زالت تماما كل مظاهر السيادة العلوية على منطقة توات وواحاتها كما ذكر بول مارتن في كتابه أيضا وهذه الاستقلالية يؤكدها الكثير من الكتاب وإليكم شهادة بعضهم أبدأ بهذا الكتاب الصحراء الجزائرية دراسات جغرافية إحصائية وتاريخية طبع سنة 1845 من تأليف الكولولال دوماس الذي كتب كتابه بعد رحلة قام بها من مدينة الجزائر إلى عين صالح زار خلالها الكثير من مناطق الصحراء وجمع عنها معلومات في هذا الكتاب نقرأ مثلا قوله ومنذ هذا الوقت توقف التميمون عن دفع الضرائب له أي لسلطان مراكش وأعلنت استقلالها الكتاب مطبوع سنة 1845 وهذا الانقطاع كان قبل ذلك بسنوات في صفحة أخرى نقرأ هي مستقلة يقصد دوات وتدار من قبل الجماعة ونفس الشيء قاله عن منطقة تيدي كيلت فقال أنها كانت خاضعة لحكم الجماعة وأن قادة الجماعة كانت لهم سلطة مطلقة نذهب لكتاب أخر وهو هذا كتاب مطبوع سنة 1896 جمعت فيه عدة دراسات منها هذه الدراسة وفيها يقول الكاتب إن السلطة السياسية في توات لا تتبع للسلطان الشريفي فالسكان وبكل بساطة يخضعون لحكم الجماعة كتاب آخر بعنوان تيدي كيلت توات قرارا والجزائر للكولونال كروزي مطبوع سنة 1893 يقول فيه هناك شيء واحد تجمع عليه كل الأطراف الموجودة في تيدي كيلت توات وقرارا وكل السكان وهو الاستقلال الذي يتمتعون به والذي يعتزمون الحفاظ عليه وسينهضون بشكل جماعي للدفاع عنه أي عن الاستقلال إذا قمنا بتهديده هذا الكلام قاله حين كانت فرنسا تخطط لاحتلال المنطقة وقد نبه هذا الضابط إلى أن مجموعة من 700 إلى 800 رجل لا تكفي للتغلب على مقاومة هؤلاء السكان وذكرهم بما حدث في الزعاطشة وفي الأغواط وغيرها من وحات السحراء إلى هنا إخواني نكون قد تأكدنا بأن منطقة توات كانت مستقلة تدار من طرف رؤساء محليين يشكلون ما يسمى بالجماعة لذلك فإن الدولة العلوية لم يكن لها في هذه المنطقة أي مظهر من مظاهر السيادة لكن السؤال الذي يطرح نفسه وأكيد تطرحونه هو لماذا في 1900 لما وصل الجيش الفرنسي إلى وحات توات كان فيها قياد يعملون لصالح سلطان مراكش منهم إدريس بن الكوري الذي قاد المقاومة في إنغر رفقة أعيان المنطقة الأمر واضح إخواني فبعد تعرض الجزائل للغزو الفرنسي وبداية محاولات الزحف نحو الجنوب لجأ أتواتيون إلى سلطان مراكش يطلبون منه المساعدة للوقوف في وجه هذا الغزو الاستعماري وبعد وفود عديدة ذهبت إلى فاس وألحت في الطلب أرسل السلطان في بداية التسعينات من القرن التاسع عشر قياد لتنظيم المقاومة منهم إدريس بن الكوري من أين لي هذا؟ من يصبر معي ويتابع سيعرف في هذا الكتاب أسوجي دوتوت الذي ألفه الضابط الفرنسي ماريو فيفاراز والمطبوع سنة 1896 نقرأ في 1861 توجهت قافلة عسكرية إلى قرارا ولأنهم كانوا يعتقدون أنها محاولة للاستلاء على منطقتهم أرسل سكان توات على الفور إثنان من مقدميهم إلى فاس لطلب النجدة والحماية من سلطان مراكش الذي وعدهم بتقديم المساعدة وفي هذا الكتاب الذي ذكرناه سابقا يذكر هذه الحادثة أيضا فيقول في سنة 1861 قافلة عسكرية بقيادة الضابط الفرنسي كرونيو تصل إلى قرارا اعتقد سكان توات أنها محاولة لاحتلال بلادهم فسارعوا لطلب حماية الشريف أي سلطان مراكش وهذا الأخير وعدهم بذلك لكنه لم يرسل حتى الآن أي ممثل لسلطته إلى توات وفي صفحة أخرى من نفس الكتاب نقرأ في 1881 وبعد إبادة بعثة فلاترز وهذه حادثة معروفة والبعثة استكشافية كان الغرض منها الاستطلاع والتمهيد لزحف الجيش الفرنسي نحو السحراء يقول إذن سكان توات تخوفوا من الانتقام فجددوا طلب النجدة من السلطان سلطان مراكش وهذه المرة لم يعدهم بشيء إذن في المرة الأولى وعدهم بالمساعدة دون أن يرسلها وهذه المرة لم يعدهم بشيء واستمر الأمر كذلك حتى بداية التسعينات من القرن التسع عشر حيث أرسل سلطان مراكش قائدين إلى توات لدعم مقاومة الأهالي أحدهما هو إدريس بن الكوري الذي وصل إلى تيمي حسب جون بول مارتن في كتابه هذا في جوان 1896 وأشار الكاتب هنا إلى قبول سكان توات قياد السلطان رغم الاحتجاج الذي أبداه بعض أهالي توات وفي مكان آخر يذكر هذا الكاتب أن القايد أو الباشا إدريس رافقه ثمانية فرسان فقط معناه لم يأتي ومعه جيش وأسلحة ومؤن وإنما مع مجموعة صغيرة من الفرسان وبقية القصة معروفة هي كما جاءت في التقرير وكما جاءت في هذا الكتاب الذي يذكر أن الكونول الأو بعد احتلاله لعين صالح اتجه بطابوره العسكري إلى إنغر فحاسر قطور إنغر التي كانت قد استعدت للدفاع تحت قيادة الباشا إدريس يسمى الباشا إدريس ويسمى القايد إدريس الذي أرسله العرش المغربي لتنظيم المنطقة ثم وصف الكاتب كيف سقطت إنغر في يد الجيش الفرنسي وكيف قتل الكثير من الرجال والأطفال والنساء أما الباشا إدريس فقد أسر وأخذ إلى عين صالح ونفس المصير لقيه كبار الأعيان تلك هي قصة إدريس بن الكوري رحمه الله ورحم كل شهدائنا الذين سقطوا في وحات الصحراء وفي السهول وفي الجبال دفاعا عن الجزائر بعد هذا العرض إخواني أختم بهذه الخلاصة واحد يعود الوجود المغربي في منطقة توات إلى أواخر القرن السادس عشر في عهد أحمد المنصور الذي سيطر على المنطقة بقوة السلاح وبعد جرائم بشعة ارتكبها في حق السكان والجرائم مسجلة بقلم الفشتالي وهو من كتاب المنصور بمعنى وشاهد شاهد من أهلها وهذا يجعل لادعاء المغارب اليوم أحقيتهم في هذه الأرض بناء على هذا الفتح الذي لم يكن دينيا ولا حتى سياسيا ادعاء غير مؤسس اثنين إن ما استعرضناه من تاريخ توات يدل على تأصل النزع الاستقلالية في أهالي المنطقة ورفضهم المستمر لحكم سلاطين المغرب الأقصى سواء في العهد السعدي أو العلوي ما جعل تبعية الإقليم في غالب الفترات تقتصر على دفع الضريبة والدعاء للسلطان على المنابر وحتى هذه الأمور الرمزية حولوها في بعض الفترات لدايات الجزائر وسلطان الدولة العثمانية وهذا موضوع آخر يحتاج إلى حلقة خاصة ثلاثة إن إقليم توات أصبح منذ 1795 مستقلا في إدارة شؤونه عن طريق الجماعة مع استمراره في فترات متقطعة في دفع الضريبة للمخزن المغربي هذا قبل 1830 أما بعد هذا التاريخ فقد أصبحت منطقة توات مستقلة تماما عن حكم سلاطين الدولة العلوية أربعة إن المبادرة التي قام بها سكان منطقة توات لا ينبغي أن تحمل أكثر مما تحتمل فهي مجرد طلب المساعدة من أقرب حاكم مسلم لمواجهة الزحف الاستعماري وهذه المبادرة شبيهة بما قام به أعينة لمسان في الشمال سنة 1830 فلا ينبغي أن تفسر على أنها بيع للسلطان أو طلب انضمام إلى الدولة العلوية خامسا وأخيرا منذ تاريخ سقوط توات في 1900 هل اعتبر المغرب أن توات هذه جزء من أراضيه؟ هل سعى لاسترجاعها؟ لم يفعل أبدا لا في الاتفاقيات التي وقعها مع فرنسا سنتي 1901 و1902 ولا في معاهدة فاس في 1912 ولا في أدبيات وبرامج الحركة الوطنية ولا في معاهدة الاستقلال في مارس 1956 ولا في معاهدة الحدود مع الجزائر في جوان 1972 فهل يحق بعد كل هذا أن يقول أحد الآن أن هذه الأرض مغربية؟ مع العلم أن هذه المنطقة أي توات ربطتها روابط متينة بالجزائر سواء قبل الاحتلال أو بعده وهذا موضوع في حاجة إلى حلقة خاصة كما ذكرت من قبل لقد طالت الحلقة إخواني لأن الموضوع يستدعي إلى ذلك فمن السهل أن ننشر الكذب لكن ليس من السهل التصدي للكذب وإبطاله والفرق بين الأمرين كالفرق بين من يهدم ومن يبني في الأخير أرجو أنكم استفدتم من هذا العرض وأشكر الجميع على المتابعة وشكر خاص لكل من بقي يتابع حتى هذه اللحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته